سأخذ من محمد كده الكلمة وبيقول انه ملعب محايد فده كمان مش ملعب الوداد ده ملعب نادي الاهلي هو كمان في حقيقة الامر انه وفقا للقرعة اصلا النادي الاهلي هو المستضيف للمباراة فلو نتذكر كده في عشرين عشرين كان دايما يعني البعض لما بيحاول يتكلم عن مباراة نهاء القرن للأهلي وزايا كان يقولك ايه في الاعلام نقوله الزمالك والاهلي عشان دماتش الزمالك نعم فاحنا مفروض دلوقتي في الاعلام وفي كل حاجة احنا هنقول المباراة دي مب مستضيف وفقا للقرعة ولا يلعب بالزير الرسمي بتاعه ولا يختار الدكة بتاعته اللي لي بعض الحقوق كان لي ايه بتقول النادي المستضيفة لنهاردة القرارات اللي طلعت دي جمهير النادي الاهلي بكامل يعني فقتها وكل الناس ما لهاش كلام في الايام اللي فاتت غير عن المطالب دي تحديدا حاجتين موضوع التذاكر وموضوع تسهيل اجراءات السفر لان يعني والحماية انا موضوع النادي بصراحة طبعا السطر بتاع الجمهور وبعثة النادي الاهلي واجه ماهيره هو ده بالنسبة لي السطر اللي يعني الباقي كله لكن الحماية ده حاجة مهمة جيد طبعا حاجة مهمة ليه لان النهاردة في بعض المباراة لما النادي الاهلي بيروح ضيف جمهوره ممكن يتحط في مكان وسط جمهور النادي المستضيف ما يلاقيش امن كويس حوالين اللعيبة لكن المرة دي من المفترض ان حتى لو الاهلي مثلا ليه 30 الف تسكرة ممكن النادي الاهلي يقدر يوفر جمهور يروح 10 تلاف 15 الف ما ينفعش يبقى جنب ال 10 تلاف 15 الف باقي الجمهور تراهنوا معي انا دي تاني تاني راهونا هوا على الهواء يلا راه على ان العدد اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي انا الوحدي انا الوحدي انت كم واحد طلب منك ان هو يسافر كتير بعد القرات بعض الاصدقاء وانت في القناة كشف لنا ايه موضوع الرحلات ده والتسهيلات دي عشان نبتدي نقدم ونزبط البسكرات وانت عندك 100 والمية دول معاهم 500 والمية دول معاهم انت احنا وصلنا احنا التلاتة واحنا عادين كده لخمس ستة لاف واحد وغير يا كابتن فيه اهلوية مصرين كتير موجودين في الخارج طبعا فكر التكاليف يعني بالنسبة لهم التكاليف للسفر من بلادهم اللي هم موجودين فيها للمغرب اوفر فلو توفر لهم رحلات بشكل معين للمغرب هنلاقي لا هنلاقي رقم قياسي من جمهير نادي الاهلي في مباراة خارج مصر بنتكلم جوه افريقيا بعيدا طبعا الاهلي لملاعب في قطر والامارات والسعودية كنا بنشوف الملاعب ممتلئ للمصرين اللي عاشينا كتير فقرات النهاردة لقى قرات يعني فيه حرفية كبيرة جدا وجديدة جدا في كتابة البيان النقاط كلها يعني بنتكلم بنصيب الهدف اللي احنا عايزينه دلوقتي احنا رمينا الكرة في ملعب الكاف خصوصا يعني كاتل ايمن اللي فاتت كنا بنتكلم انه ممكن نلاقي يعني كلام ان المباراة ده ما تبقى في كازابلانكا تتنقل العاصمة في المغرب في ملعب آخر منه ملعب محايت فوضح ان كان فيه تعنت كمان انه لا هنلعب برضو في محمد الخاف فما فيش مشكلة النادي الاهلي مطالب جماهيره طالبت بيها مجلس ادارته صمم عليها لجنة الازمات عملت بيان وخطاب يعني محترف جدا دلوقتي الكرة في ملعب الكاف الايام اللي جاي من المفترض ان هو يرد على النادي الاهلي ويوفر هو مش بس يرد لا ده هو يوفر كل اللي موجود في البيان لان ده حق من حقوق النادي الاهلي احنا كل اللي بنتكلم فيه ده يا كابتن اسلام توفير اجواء مثالية لمباراة كرة قدم في نهائي بطولة قرر يكسب دي مش عضياتنا احنا مش هلني يعني محدش نطلب المكاف نقول له سليمنا كاس لأ احنا حنلعب مباراة فنيا في الملعب نكسب اللي يكسب نقول له مبروك ان شاء الله يبقى النادي الاهلي يقدر الله حصل اي حاجة هارد لك نبقى احنا عملنا اللي علينا ادارة النادي اهلي عملت لعليها اللاعبين والجاز الفني يكونوا ان شاء الله عمل عليهم الجمهور يكون عمل لعليه فخلص تبقى مبارات كرة ونبني عليها ولكن لو اي امور طبعا تاني حضرك عليك فكانت الناس يعني الامور تقع مشكلة